كشفت وزارة التربية عن بناء ثلاثة ألف مدرسة بنظام الأجل في العراق جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة التربية للشؤون الفنية علي الإبراهيمي مع السفير الصيني في العراق الشانكتال وذكر بيان لمكتب الوزير التربية أنه جرى خلال اللقاء بحث أهم القضايا التي تخص القطاع التربوي وإمكانية زيادة المنح الدراسية الممنوحة للجانب العراقي وبناء مجموعة من المدارس العراقية بواسطة الشركات الصينية وأكد الإبراهيمي الاستعداد التام للتعاون مع الصين في المجالات التربوية كافة